السلام عليكم أصدقائي أنا سزار ورحب فيكم في قناتي سزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع قبل ما ببلش الفيديو بذكركم أخواني بذكر نفسي بأهلنا بفلسطين تقريبا كل ديني بتتخلى عنهم للأسف يعني الناس أكيد قلوبها معهم بس الناس اللي زهق اللي مل اللي تعب أنا قالك شو دخلني الناس تموت طبع في ناس لاني بتموت وماكن أخرى صحيح في كل مكان في ناس بتموت أنا يمكن متعلق بالموضوع لأنه أنا مولود هناك ثاني نقطة لأنهم مسلمين وثالث نقطة لأنهم عرب فيعني كثير أشياء بتخليني أفكر بفلسطين أكثر من دولة أخرى ناس في السودان بيحكوا فيه هناك مشاكل كثير في حرب وفي قهر وفي ظلم للأمانة أنا ما بعرف لكن أنا قلبي مع أهلنا في السودان نحبهم جميعا نقطيع بالشعوب أهل السودان تمنوا أن الله يرفع عنهم هذا الكرب وأهلنا في سوريا أهلنا في اليمن أهلنا في كل مكان يا إخوان مدام يجمعنا الدين كلنا إخوان أي واحد مسلم في أي مكان في العالم لازم تشعر معه لأنه المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسدي بالسهر والحمى لذلك على الأقل يا إخوان الدعاء نتذكر أهلنا بغض النظر عن المكان حاليا غزة بالذات وجنين استأسد العدو عليهم والقتل فضيع التدمير فضيع على الأقل ندعي لهم على الأقل نفكر فيهم نذكرهم بأحاديثنا الجانبية بطلعاتنا على السوشيل ميديا نذكر ناس في هذا الموضوع أتوقع أنه هذا واجب أنا عشانك بحكي عن هذا الموضوع مش عشان بدي مشاهدات ما بدي مشاهدات الموضوع فلسطين ما بيجيبش مشاهدات مرة عندي بالذات بعكس بنزل الريتش في كل إشي لكن أنا ما بهمني كل الموضوع مش عامل المشاهدات نفسها نفس الفيديو مش عامل مني أنا بهمني إن المحتوى יوصل والناس بتستفيد فعشان اطولت عليكم انا سامحوني نفسي يجي اليوم نكون ايد واحدة كلنا على قلب رجل واحد انا عارف انه هذا خيال وصار حلم غريب لك اتمنى ذلك ان نكون عن جد انه لما واحد يتقلم في العراق كلنا نتقلم معاه لما واحد يتقلم في مورتانيا نتقلم معاه وحتى الانسانية كالناس اللي هم البشر منحس احنا اصلا منحس مع الناس احنا ديننا بيعلمنا انه نكون رحماء حتى للناس اللي بيخالفوك بس اللي هم بخالفينه مش رحمينه هدول اليهود ما رحمونا بالمرة الله المستعد قبل فترة تم تسريب صور لهاتف الجوجل بيكسل 9 و 9 برو وبرجع اليوم بتسرب برضه لسه صور اخرى عن هذا الجهاز والشكل خلاص صار واضح لكن اللي بدي اضيفه انه فيه كمان جهاز اضافي حيكون لأسماءك التالي جوجل بيكسل 9 جوجل بيكسل 9 برو و جوجل بيكسل 9 برو اكس ال او ممكن ممكن يغيروه لالترا ممكن مش اكيد البيكسل 9 حيكون هو بديل البيكسل 8 مع بعضه تغييرات البيكسل 9 برو اكس ال رح يكون بديل البيكسل 8 8 برو طب البيكسل 9 برو بديل مين مش بديل حدا حيكون هذا الجهاز في النص ابعاده زي ابعاد الجوجل بيكسل 9 مواصفاته زي مواصفات الجوجل بيكسل 9 برو اكس ال God damn the names هاي مش معقول بالنسبة للأسماء الجاد بتخربط Pixel 9 9 Pro XL كنا نحكي عن الصواين أسماء مغريبة وعجبني فكرة إنه البيكسل 9 Pro بدي يكون أبعاده زي أبعاد البيكسل 9 واللي بالعادي حجمه بكون صغير لكن مواصفاته عالية يعني حنشوف بيكسل كومباكت مواصفات عالية يعني ممكن هذا فعليا يكون الإشي اللي أفكر أشتريه الرام رح نشوف 12 جيجا أو 16 جيجا لكن للأسف بالتسريب بيحكوا إنه هيبلش ساعات تخزينية 128 جيجا أعتقد إنه هاي 128 بطلت مناسبة للوقت اللي إحنا فيه أتمنى جوجل تلغيها بنسبة للشاشات للأجهزة طلعوا ترتيب الشاشات 6.24% 6.34% و6.93% حتقولي طب ليه شاشة البرو أكبر من شاشة البيكسل بما أنهم نفس الأبعاد هم نفس الأبعاد لكن البيكسل 9 عنده حواف بالشاشة البيكسل 9 Pro حوافه أقل آخر نقطة الجوجل بيكسل 9 Pro XL والبرو طبعا هيكون عنده ثلاث كاميرات 50 ميجابيكسل كلهم وواحدة منهم بيريسكوب هتعمل 5X زوم والمعارج هو تنسور G4 شو رأيكم؟ وأخيرا الريلمي تطلق الريلمي GT 6T رح ندخل بمشكلة الأسماء المعارج سناب دراجون 7 بلس الجيل الثالث البطارية 5500 ميلي أمبير والشحن السريع 120 واط الشاشة ستكون AMOLED LTPO هذا جهاز مفروض أن سعرك جدا رخيص هيأخذ LTPO تردد يعني من 1 هرتز ل120 هرتز يمكن هاي أول مرة هاتف رخيص بمعنى رخيص لأنه بالصين حيكون سعر 300 دولار إذا وصلنا 400 دولار بيظلوا من نطاق الهواتف المتوسطة فLTPO عندك كاميرا 50 ميجابيكسل وكاميرا عريضة 8 ميجابيكسل وكاميرا سيل في 32 ميجابيكسل أهم شيء في هذا الجهاز سعره كم حيوصل لبلادنا لأنه في الصين 300 دولار بهيك مواصفات كمان هاتف من ريلمي اسمه الريلمي GT Neo 6 بدون T بدون SE على فكرة النيو مش الفلاكشيب تبع ريلمي بالعادي الفلاكشيب بديكون اسمه الريلمي GT 6 من غير نيو من غير T SE تعالي شوفوا المواصفات نفس الشكل للنيو الـ 6T والـ SE نفس الشكل حتى كلهم نفس الشكل تقريبا يملك معارش قوي سناب دراجون 8S الجيل الثالث وشاشة مرتبة 6.78% إنش AMOLED LTPO بتردد 120 هرتز وعليها حماية كورنين جوريلا جلاس فيكتوس 2 قويس والله والله مواصفات هاي فلاكشيب ياخوان الجديد الغريب المتميز في هاي الشاشة سطوع 6000 نت نقطة سريعة عن موضوع السطوع هذا السطوع مش دائما بتقدر تحكم فيه هذا السطوع رح يطلع أو يبين في مناطق معينة على محتوى HDR معين عشان تاخد هذا السطوع لذلك هي رقم ترويجي يعني ممكن السطوع العادي يكون 2000 نت 1800 بجميع الأحوال هو كويس كاميرا أساسية 50 ميجابيكسل الحساس طبحة من سوني الـ IMX882 وهذا حساس كويس وفيه OIS أما البطارية فهاي 5500 والشحن السريع 120 واط فيه كثير تشابه بالمواصفات التركيز بيكون يمكن على الشاشة وعلى المعالج عنده معيار الـ IP65 فيه إشي زيادة كمان في الصين يبدأ السعر يا أخوان 290 دولار الرقم صراحة غريب رقم مفاجئ لما أنتم عارفين هواوي أطلقت هواتف جديدة اللي هي سلسلة الـ Pura 70 وما إلى ذلك أنا وصلني لـ Pura 70 Ultra لحد الآن بعمله تست بشيك على الكاميرا بفحصي بحاول أجهز مراجعة أنا عارف أنه الكل طلع مراجعات بعرف والله بعرف وأنا تأخرت أنا بعرف بس يعني بحاول على الأقل أنه أخوض تجربة كويسة مع الجهاز مع الكاميرا وأحاول أعمل فيديو مش طويل كثير ومختصر عن مواصفاته عكل حال هم طلعوا أعلنوا عن أربع أجهزة هنا الفكرة أربع أجهزة Pura 70 Pura 70 Pro Pura 70 Pro Plus وألترا هيك الأسماء ليش التنوع بهاي الأجهزة بالصين ما عندهم مشاكل هواوي أصلا لأنه ما بدهم برامج جوجل صحيح أنه المعالج لا يدعم 5G بس يمكن النسخة اللي مستخدمينها نوعا ما بتدعم 5G في الصين ما بنعرف المعلومة أكيدة بس ممكن هناك بالصين بتدعم 5G لذلك الهواوي هناك جهاز مطلوب جدا وعليه طلب وفي فئات كثير من الناس تعرفين فعاملينهم أربع فئات من الهواتف بيشبهوا بعض بيشبهوا بعض بمواصفات بالشكل بكل شي أقوى شي طبعا الألترا لكن عاملين هاي المواصفات والتنوع الأربعة عشان أسعارهم يكونوا مختلفة اللي ما بي قدر يجيب ألترا يجيب مثلا البلاس اللي ما بي قدر يجيب بلاس يجيب الأقل أعتقد هذا السبب الوحيد أنا بالنسبة لي إذا بدك تشتري هواوي بدك يعني أفضل جهاز خذ يعني الأغلى اللي هو الألترا هتحكي لي طب أشتري هواوي ولو ما أشتري هواوي في المراجعة رح أحكي لك كالعايد رح أشرح لك ولكن إذا أنت بتدور بهمك الكاميرا بهمكاش إشي آخر هذا رح يعطيك كاميرا بعد التجربة خرافية أنا حبيت التصوير في هذا الجهاز جدا يعني أنا بقدر لكم من هسل إنه عندي تجربة إيجابية مع الكاميرا ولكن إذا كتحكي السوفتوير هتواجه مشاكل تعارف صح؟ حتقول لي طب أنزل جي بوكس تقدر تنزل جي بوكس وتنزل عليه برامج جوجل صحيح بس مثلا أنا جربت أشغل أسفلت ناين على هذا الجهاز نزلت مرة تشتغل مرة ما تشتغل هاي مشكلة سوفتوير مش من هواوي لأنه فيش كومباتابلتي وبرامج جوجل يعني أشياء إلى علاقة فلذلك حتواجه مشاكل مع السوفتوير لازم تكون عارف لما تروح تشتري هواوي إيش بتدواجهك فبس حبيت حكي هاي النقطة وانتظر المراجعة شركة موتورولا تطلق هاتف جميل جدا ظهره من الخشب نعم بترجعنا الخشب هو هاتف الموتورولا اتش خمسين أولترا أعلى فلاكشيب عندهم حاليا إحساس الخشب حلو لأنه إشي غريب يعني غير على كل حال يملك هذا الجهاز معالج سناب دراجون ثمانية اس الجيل الثالث يعني لا يملك أعلى معالج مع أنه أولترا أعلى هاتف من عندهم يمكن حطوه عشان السعر الرام 12 إلى 16 LPDDR5X وساعة تخزيني إما 512 أو 1 تيرابايت UFS 4.0 الكاميرا الأساسية 50 ميجا بيكسل والحساسة سبحة نوعا ما كبير 1.3 إنش وفيه Optical Image Stabilization فيه كاميرا بيريسكوب 72 ميلي متر رح تعمل 3 إكس زوم هي 64 ميجا بيكسل بيذوي وفيه كاميرا 50 ميجا بيكسل عريضة يعني عندك أرقام كويسة والله يعني بالنسبة للكاميرات لكن هل أداء كويس؟ أعتقد رح تاخد أداء كويس ولكن لا ينافس Honor 6 Pro ولا مثلا Galaxy S24 Ultra أو الآيفون ما بنفس الجميل أن الثلاثة كاميرات الأساسية هاي قادرة أنها تصور فيديو 4K 60 فريم لكل ثاني والذكاء الصناعي حاضر كثير بالكاميرا وبهذا الجهاز شاشة 6.7 إنش P OLED بتردد 144 هرتز ليش بروح على البلاستيك OLED مش عارف بالضبط ممكن سعرها أقل لكن سعر الجهاز مش رخيص ليش ما نشوف OLED مثلا أو AMOLED من غير الـ P سطوح هيصل إلى 2500 نتس البطارية صغيرة 4500 شحن سريع 125 واط شحن لسركي 50 واط يدعم واي فاي 7 يدعم بلوتوث 5.4 وعنده معيار الـ IP68 السعر يبدأ 1000 دولار شو رأيك؟ فيفو تعلن عن أقوى هاتف في جعبتها الفيفو X100 Ultra وللأسف للصين فقط هذا الجهاز يملك كاميرا أساسية 50 ميجابيكسل عليها حساس من سوني جديد واحد إنش الـ YT 900 هذا حساس قوي جدا من سوني ويملك كاميرا 200 ميجابيكسل بيريسكوب للزوم 200 ميجابيكسل إخوان يعني رقم حلو كثير طيب فاصيلة هتكون حلوة كثير عليها حساس من سامسونج الإيزوس الـ HP9 حجمه واحد على واحد فاصلي 4 إنش هذا حجم حساس كاميرا أساسية بالعادة الزوم والبيريسكوب بتكون واحد على 2 إنش واحد على 3 إنش يعني حساس صغير هالمرة حساس كبير فهذا اللي بحمسك تستخدم هيك هواتف والعدسات عندهم كلها بالتعاون مع زايس فحتشوف كوتينج للعدسات مما يغير طريقة التصوير يخفف إنعكاسات رفليكشن وفليرز الزوم حكون 3.7x اوبتيكال زوم ورح تقدر تعطيك نفس العدسة هاي ماكرو بقدرة 20x وحتى الشركة عاملة من السيستم الكاميرات اللي عندهم براند سموه Blue Image يمكن عشان يصور يبعوه وهي أيضا عاملة رقاقة خاصة لمعارجة الصور Vivo V3 Plus هيك الاسم هاي الرقاقة رح تخليك تصور فيديو 4K Portrait Mode ورح تقدر تخليك تصور فيديو 4K 120 فريم بالثاني فيديو عادي الشاشة طبعا رهيبة 6.78% انش LTPO 120 هرتز معلاش مشاكل سطوحها 3000 نتس البطارية 5500 ميلي أمبير الشحن السريع 80 واط الشحن اللي سلكي 30 واط السعر في الصين تقريبا 900 دولار عاد كيفنا نشوف هذا الجهاز مش عارف اللهم استعادة رسميا سوني تطلق هاتفها المنتظر لعشاق سوني الـ Xperia 1 Mark 6 في تحسينات انت يمكن لما تشوف الجهاز هتحسوا نفس الأجيال السابقة نعم ولكن هم صغروا الطول صار أقصر وصار أعرض شوي وهذا بيفرق بالاستخدام والاستعمال والاسpect ratio الشغل الثاني خلص لغوا موضوع شاشة 4K الشاشة حتكون عندك Full HD 120 هرتز و LTPO والسطوع 1300 نتس مش على سطوع ولكن ماشي حالو وفيه تحسين على موضوع الصوت وعلى مدخل الصوت 3.5 حتوخد تجربة صوتية ممتازة من أكيد من سوني المعالج سناب دراجون 8 اللي جي للثالث وفيه عاملين لأول مرة كنه غرفلة تبريد VC عشان يبردوا المعالج عشان تاخد أفضل أداء بالنسبة للكاميرات استغرفت أنا هون لأنه عنده كاميرا أساسية 48 ميجابيكسل الحساس تبحها مش 1 إنش 1 على 1.35% إنش وكاميرا 12 ميجابيكسل ألترا وايد وكمان كاميرا 12 ميجابيكسل زوم رح تعمل 3.5 إكس زوم يعني صعب أحكم على الكاميرا بس كأرقام مش أقوى أرقام بس لازم نجربها لأنه يعني أكيد سوني لازم تعطينا كاميرا حلوة لازم سوني السعر 1400 يورو شو رأيكم؟ موتورولا ستطلق هاتفين توأمين تقريبا موتوريزر خمسين وموتوريزر خمسين أولترا هذا الهاتف قابل للطي نحكي عن نسخة العادية عنده شاشة حتكون أمامية 3.63% إنش بي أوليد شاشة داخلية 6.9 إنش بي أوليد بتردد 120 هرتز عنده كاميرا أساسية 50 ميجابيكسل وكاميرا عريضة 13 ميجابيكسل البطارية 4200 ميلي أمبير جهاز كله وزنه 185 غرام صغير جدا خفيف جدا السعر قد يصل إلى 900 يورو أما نسخة الأولترا فيه اختلاف طبعا هيكون فيه جلد يخوان فيه كل مكان فيه فخامة نعم لكن الأولترا حتلاحظ أنه الشاشة الخلفية هاي معبي الجسم من الخلف وحجمها أصلا أربعة إنش فيه أوليد أما الشاشة الداخلية نفس الإشي 6.9 إنش لكنها بتردد 165 هرتز كاميرتين أساسيتين 50 ميجابيكسل عادية وزوم 50 ميجابيكسل بطارية 4000 ميلي أمبير صغيرة جدا وفيه دعم لشحن لاسلكي يعني مش حاطين أفضل مواصفات مش عارف يعني السعر هيبدأ في أمريكا 1000 دولار وبأوروبا 1200 يورو شرعكم بهيك مواصفات يعطيكم ألف عافية بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء